الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم نتدارس اليوم الصفحة السابعة والأربعين بعد المئة من المصحف الشريف قال الله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أي وأنشأ لكم ثمانية أزواج من الحمولة والفرش والأزواج هي الأصناق والزوج ضد الفرد من الضأن اثنين أي ذكرا وأنثى الكبش والنعجة ومن المعز اثنين التيس والعز قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أي قل يا نبينا لمن حرم بعضها ونسب ذلك إلى الله آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اجتملت عليه أرحام الأنثيين أي أم حرم الذي اجتملت عليه أرحام الأنثيين من ذكر وأنثى نبئوني بعلم أي أخبروني بدليل وبرهان إن كنتم صادقين في زعمكم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين أي وأنشأ لكم من الإبل اثنين ومن البقر اثنين هذه الأربعة بقية الثمانية قل آذ ذكرين أي قل يا نبينا آذ ذكرين والهمزة للاستفهام كالتي قبلها أيضا حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين من الذكر والأنثى أم كنتم شهداء أي بل أكنتم شهداء أي حاضرين إذ وصاكم الله بهذا أي أكنتم حاضرين حين وصاكم الله بهذا في زعمكم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليغضل الناس بغير علم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فحرم ما لم يحرمه الله ليغضل الناس بغير علم أي ليغوي الناس بغير علم بل بجهل إن الله لا يهدي الكم الظالمين وهؤلاء داخلون في ذلك لأنهم حرموا ما أحلى الله تعالى افتراء عليه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه أي قل يا نبينا لا أجد فيما أوحي إلي في القرآن محرما على طاعم أي طاعم يطعمه إلا أن يكون أي المحرم أو المطعوم ميتة أو دما مسفوحا أي سائلا أو لحم خنزير فإنه أي الخنزير ريس أي قذر ومحرم أو أن يكون فسقا أهل لغير الله به أي ذبح لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي فمن كان في ضرورة غير باغ على مضطر مثله ولا عاد أي متجاوز قدر حاجته فإن ربك غفور رحيم أي غفور لذنبه ذلك رحيم به إذ رخص له وعلى الذين هادوا وهم اليهود حرمنا كل ذي يظفر كالإبل والنعام ويجمع الظفر على أظفار وأظافر وأظافير ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وهي السروب وشحم الكل إلا ما حملت ظهورهما وهو ما علق بها منه أو الحوايا جمع حاوية أو حاوية والمراد الأمعى أو ما اختلط بعظم وهو كل شحم اختلط بعظم كالشحم الذي يكون بالرأس والعصعص ذلك أي التحريم جزيناهم ببغيهم أي بسبب بغيهم وظلمهم حرمنا عليهم ذلك وإنا لصادقون أي في كل ما نخبر به وبهذا يقول انتهى الكلام عن هذه الصفحة أما الأسئلة فها هنا ثلاثة أسئلة السؤال الأول عن قول الله تعالى من الضأن اثنين ومن المعز اثنين هل هما صنف واحد نعم استذل لذلك بعض الفقهاء قالوا الضأن والمعز صنفان كالإبل والبكر لا صنف واحد وقوم قالوا كما جاء في السؤال فهما صنف واحد فمن قال إنهما صنفان فلا اجمعان في الزكاة هذا هو الأثر الذي يترتب على ذلك السؤال الثاني عن قول الله تعالى أو لحم خنزير فإنه ريس هنا النص جاء في تحريم لحم الخنزير فما بال شحمه ولبنه وصوفه وما عدى اللحم هل هو حلال لأن الله تعالى نص هنا على اللحم الجواب أن أكثر العلماء يجعلون ذلك محرما من باب القياس ولكن الذي لا يقول بالقياس يقول أيضا إن الخنزير محرم برمته بشحمه ولحمه وصوفه ولبنه من أين ذلك من قول الله تعالى فإنه ريس ورد الضمير إلى المضاف إليه وهذا جائز هذا هو وجه السدلال لمن لم يقل بالقياس في هذا ولله الحمد إذا كان هناك دليل في النص على شيء فإنه يغني عن القياس ولا حاجة إليه منئذ أما السؤال الثالث فهو عن إعراب ثمانية أزواج والجواب أن في هذه اللفظة ستة إعرابات من أقربها أن يكون بدلا من حمولة وفرشا الثاني أنه عطف على جنات وهذا هو الذي اخترناه وهو الأيسر والأسهل أي هو أنشأ لكم جنات وأنشأ لكم ثمانية أزواج والثالث أنه مصوب بكل أي كل ثمانية أزواج كما قال قل أيضا في الآية السابقة وكيل إنه مصوب على الحال وهناك أيضا إعرابان آخران وربنا أعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد وآهله ترجمة نانسي قنقر